ترجمة نانسي قنقر التعليم لاستقبال الطلبة والطالبات من مختلف المراحل الدراسية في بداية العام الدراسي الجديد 2019-2020 بمن فيهم آلاف الطلبة الجدد الذين سيلتحقون بالتعليم لأول مرة وكذلك الطلبة المحولون من المدارس الخاضعة لعادة التأهيل كليا أو جزئيا حيث يشهد العام الدراسي القادم افتتاح مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد الخليفة الشاملة للبنات ومدرسة ابتدائية للبنات في مدينة حمد إلى جانب مبنى أكاديمي في مدرسة المحرق الابتدائية للبنات ومبنى أكاديمي وصالة متعددة الأغراض بمدرسة الرفاع الغرب الابتدائية للبنات وتشغيل الطابق الإضافي بمدرسة السلام الابتدائية للبنات لقد استعدت وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي القادم في كافة المجاة وخصوصا على الصعيد الإنشائي كما هو معلوم أن هناك ألاف من الطلبة ينضمون إلى وزارة التربية والتعليم سنويا ولله الحمد مملكة البحرين في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد مفدأ حفظه الله ورعاه حققت إنجازا كبيرا على الصعيد الكمي والنوعي وهناك التقارير الدولية تشهد بذلك أن مملكة البحرين توفر مقعدا دراسيا لكل طالب ننضم إلى مسيرة التعليم هذا العام سوف تستلم من وزارة التربية والتعليم العديد من المباني الأكاديمية التي تضم منشآت تساعد على تنفيذ خطتها وتقديم أفضل خدمات التعليمية لأبناءنا الطلبة كما قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لأيضا استقبال أبناءنا الطلبة الذين سيتم نقلهم من المدارس التي المطلوب إعادة تأهيلة وهو نقل إن شاء الله يكون مؤقت سواء على صعيد المدرسة بشكل عام أو جزء من المدرسة فاتخذت الوزارة على هذا الصعيد أيضا خطوات سوف تسهم في توفير الخدمة التعليمية هناك كلمة شكر أيضا لكل من دعم وزارة التربية والتعليم في هذه الجهود التي تحرص على توفير التعليم المناسب وفي الوقت المناسب الوزارة قد قطعت شوطا طويلا في تجهيز المباني والمختبرات والمرافق استعدادا للعام الدراسي القادم بالتعاون مع الجهات المختصة حيث ستكون هذه المباني مجهزة بكافة المستلزمات للاستمرار في تنفيذ المشاريع التطويرية للوزارة وتطبيق المنظومة التعليمية الإلكترونية حيث تم تجهيز الفصول بمتطلبات التعليم الإلكتروني وتزويد المباني الدراسية بالمختبرات والصلاة متعددة الأغراض والصفوف الخاصة بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لكي تسهم في تطوير مخرجات التعليم في كافة المراحل الدراسية يذكر أن هذه المباني تم إنشاؤها وتجهيزها لمواكبة التوسع في العملية التعليمية واستقبال الطلبة الذين يلتحقون سنويا بالتعليم واستعاب الطلبة الذين تم إخلاء مدارسهم مؤقتا بصورة كلية أو جزئية من أجل إعادة تأهيلها حيث قامت وزالة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتكليف شركتين استشاريتين بفحص المباني المدرسية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بعدها تم رفع تقريرا بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء الموقر الذي اتخذ قرارا بالإخلاء الكلي أو الجزئي لعدد من المدارس أو المباني الأكاديمية إلى أن تتم إعادة تأهيلها وصيانتها وفي ضوء ذلك تم توفير عدد من المباني والفصول الدراسية لاستيعاب الطلبة المحولين من تلك المدارس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر